اشتركوا في القناة المدير مأهد السلام الأذهري بأنجمينه صالح يوسف والذي أثنى للمجهودات دعيا من البعثات الأخرى الاقتدعي بما قدمته البعثة المغادرة ليأتي الدور للمحتفى بهم والذي قدم الكلمة نيابة عنهم رئيس البعثة والذي أكد خلال كلمته على أهمية تجسيد العلاقات القائمة بين البلدين مشيدا بالأخلاق والقيم التي يتمتع بها الشاديون فوجدنا فيكم أنكم خضر الأمم وفيكم رجال فيهم أجمل الصفات وأجل الشيام وفيكم العلم والقرآن العظيم خير الكلم فإنكم والله عندنا من أفضل الأمم أما رئيس المجلس العالى للشؤون الإسلامية بجمهورية جات فضيلة الشيق محمد خاطر إيسى هو الآخر جدد الثناء لما قدمه الأذهر وعلمائه من قدمات نييرة في مجال دعم التعليم بالبلاد هذه العلاقة التي توطدت في هذا البلد إلى أنصار بلد المليون حافظ داعيا شيق الأذهر على ذيادة ومضاعفة عدد البعثات الأذهرية بالإضافة إلى زيادة المنح الممنوحة للشاديين وليكرم بعد المحتفى بهم ولتختتم المناسبة بأي من الذكر الحكيم توليد من قبل أهد أعضاء بعثة الأذهر الشريف الشيق محمد الأمين محمد الوكيل اشتركوا في القناة